بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين كما جرت العادة نوافقكم بحصيلة ترصد الوبائي لجائحة كوفيد 2019 الخاصة ببلادنا والتي ميزت هذه 24 ساعة الأخيرة أي منذ الساعة السادسة لمساء الأمس إلى حدود الساعة السادسة لمساء اليوم حيث أنه وصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة مخبرياً ببلادنا 1120 حالة مؤكدة أي أننا تجاوزنا عتبة الألف حالة ببلادنا علماً أنه هناك ما يقارب 4000 حالة استبعدت بالضبط 3984 حالة استبعدت جراء اختبارات لتحاليل مخبرية أكدت أن الأمر لا يتعلق بفيروس كورونا المستجد بالنسبة للوفيات سجلت خلالها 24 ساعة ومع الأسف 11 لحالة وفاة إضافية ليبلغ إجمالي حالة الوفاة المتعلقة بهذا الوباء 80 حالة وفاة بالنسبة لحالات شفاء سجلت 10 ديال الحالات ديال الشفاء التام خلالها 24 ساعة ليصل إجمالي العدد الحالات المعافاة إلى 81 حالة بالنسبة وتفاعلاً مع هذه الأرقام ومع ما يصل علينا من أسئلة فتجاوز هذه العتبة ديال الألف وهذه الحالات المستجلة خلال 3 أيام أو 4 أيام الماضية لا زالت المعطيات الوبائية تشير إلى أن هناك بؤر ديال الحالات مجتمعة خصوصاً في الوسط العائل حيث نجد عدة عائلات مكونة من عدة أشخاص كلها أو جل أفرادها أضحط حالات مؤكدة لهذا المرض لأنه هذا يؤشر إليه أيضاً الارتفاع المتزايد في عدد الحالات المكتشفة لدى المخالطين بحكم أننا أصبحنا نقوم بالكشف المخبري لدى المخالطين فالأرقام تشير إلى حدود اليوم إلى أنه من بين ما يقارب 8000 مخالط تم تتبعهم وبالضبط 7963 مخالط تم إلى حدود اليوم اكتشاف 230 حالة مؤكدة من بين الـ 1120 حالة التي تكلمنا عليها سابقاً هذا يعني بأنه يجب تكتيف إجراءات سلامة التي لازم نؤكد عليها دائماً خصوصاً داخل البيوت من أجل احتواء المرض داخل البيوت وأيضاً نوصي بتعزيز السلامة بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون البيوت لأغراض أو لأسباب متعلقة بالعمل أو لتبضع حيث وتماشياً وتفاعلاً مع التوصيل الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية فإننا نوصي بمزيد من الإجراءات الحاجزية لمزر بغية والتي تقتضي أن أرد الأشخاص الذين يغادرون المنازل أن يرتدوا الكمامات من أجل المزيد من الحيطة والحضر والسلام عليكم ورحمة الله